معلومات لازم نعرفها الأعشاب المفيدة للأطفال أولاً الزنجبيل ستظنين أنه حارق بالنسبة للصغير وهو كذلك بالفعل لذا يجب استخدام القليل جداً منه ويمكن أن يكون مع مكون آخر لكنه مفيد جداً في علاج الغتيان ونزلات البرد النعنع ممكن أن يستخدم بشكل كبير في علاج الإمساك والمغص البابوني مهدئ رائع ومناسب لعلاج التوتر والأرق الفراوية رائع لعلاج الانتفاخ والغازات عند الرضاح والأفضل عدم غلي البذور وإنما إضافة معلقة من زيت الفراوية مع ماء دافئ وإن كان مغل البذور مفيد الينسون منتاز للمغص والسعال خاصة المصحوب بالبلغم الزيزفون مناسب تماماً للمغص المعوي وعصر الهضم الكمون لاجح في علاج المغص طرد الغازات معالج لضيق النفس الربو السعال وحتى التبول اللا إرادي